اشتركوا في القناة وسعادة القاضي علي احمد الكعبي الامين العام للمجلس الاعلى للقضاء وكان معالي المستشار عبدالله البعينين قد قدم عرضا اما معدد من ممثل وسائل الاعلام من صحفيين واعلاميين ومراسلين اوضح فيه ان البحرين استطاعت وبفضل توجيهات القيادة الحكيمة ان تتجه نحو حصد الانجازات المستمرة في اوساط العديد من القطاعات الحيوية والهمة ومنها القطاع القضائي الذي برع في مواصلة تقديم خدماته وعمله القانوني في ظل تداعيات جائحة كورونا حيث استعان البعينين بلغة الارقام ليظهر احدث تطورات التي شهدتها المنظومة القضائية في العام المنصر اذ بلغت نسبة القضايا التي تم حسمها والبت فيها من بعد تسجيلها في العام 2020 مئة وواحدا في المئة بالمئة تكلمنا عن نسبة القضايا التي حسمت في عام 2020 بالنسبة للقضايا التي قيدت في ذات العام وصلنا الى نسبة 101% وهذه تدل على ان كل القضايا التي قيدت في عام 2020 برقم معين وخرجت برقم معين بل بزيادة عما تم التراكم عنه في الفترة السابقة فوصلنا الى 101% من القضايا التي قيدت في ذات العام وصلنا الى متوسط عمر الدعوة الجارية في المحاكم الى خمسة اشهر في كل مرحلة من مراحل التقاضي وهذه ايضا قصة من قصص النجاح التي نحافظ عليها ونعززها ان شاء الله في العمل القضايا المستقبلي حتى يكون هناك قضاء سريع فعال كفر من خلال سرعة انجاز القضايا ومن خلال التأكد من ادارة التفتيش القضايا عن جودة الاحكام الارقام التي نشرت من خلال القضايا التي صدرت كاحكام في اول درجة استنفت بنسبة 21.6% تدل دلالة واضحة على ان هناك جودة في الاحكام وفي متابعة تلك القضايا التي تصل لكاحكام من خلال ادارة التفتيش او من خلال ادارة التفتيش القضايا ان كانت هناك اي شك وتتعامل بالاجراءات والعمل القضايا حافظنا على صحة الناس حافظنا على ان لا يكون هناك انتشار للعدوى من خلال قاعات المحاكم كانت هناك شاشات متلفزة موجودة خارج القاعات للحفاظ على علنية الجلسات للحفاظ على ان يكون الناس موجودين في تباعد اجتماعي وفي مرفع الغضاء ان يتأكدون من ان الجلسات سارت في شكل منتظم معارض المشوك في او من خلال ادارة تفتيش مجددا ليست virالي